اشتركوا في القناة في ظل ارتفاع اسعار اللاعبين الجنونية بعد تولي مجلس الادارة المهمة بعد ثقة الجمعية العمومية في كابتن الخطيب ورفاقه بدأ الاعداد الحقيقي لترتيب البيت في قطاع النشئيين من الداخل لتولي الكابتن فتح مبروك هذه المهمة باهتمام من الكابتن الخطيب الذي لم تنقطع زياراته للاعب القطاع وذلك لبث الروح والعزيمة والاصرار ومتابعة كل كبيرة وصغيرة في القطاع ليستعين قطاع ناشئين بنجوم الاهل المعتزلين بعد خضوعهم للدورات وحصولهم على شهادات لازمة للتدريب في القطاع كهشام حنفي الذي يتولى نائب رئيس القطاع معتزين وشريف عبد الفضيل وعمر امر انور وامين عرابي واحمد سيراج وغيرهم من الكوادر التدريبية المميزة لم يخفل مجلس الادارة النواة الاولى في كرة القدم وهي اكاديميات الكرة فقد عطى مجلس الادارة الضوء الاخضر لنجم الكرة خالب بيبو لكي تعمل هذه الاكاديميات وفق النظم الحديثة لكرة القدم لتأهيل وتجهيز لاعب المستقبل بداية من الاربع سنوات وايضا لافتتاح اكثر من اكاديمية جديدة داخل وخارج مصر في الفترة المقبلة في هذا الاطار صلت موقع في الجول تحقيقا حولها هذا التطور والتغيير الذي طرأ على قطاع ناشئين في الناد الالي في الفترة السابقة واسمته كيف تحول قطاع ناشئين من الانهيار الى التفوق يتساءل التقرير عن سبب معاناة قطاع ناشئين لكرة القدم في الناد الالي في السنوات الاخيرة من الانهيار على حد وصف الموقع حتى انه في موسم 2016-2017 لم يحصل اي فريق بالقطاع على بطولة للمرة الاولى في تاريخ النادي افرد تقرير في الجول عن هذا التحول العديد من التصريحات لنجوم الالي داخل القطاع ليجيبوا عن هذا التساؤل والتحول هشام حنفي مساعد رئيس قطاع ناشئين في الاهل يتحدث قائلا نعتمد على سياسة واضحة الا وهي امداد الفريق الاول بالعناصر الواعدة اضاف حنفي كما جاء في التقرير هناك برامج بدنية وامور فنية مكثفة كما اننا قمنا بابرام عقود لابرز المواهب ونحصل على مبالغ مرضية للغاية بالنسبة لهذا السن كذلك هناك اهتمام بالعناصر المميزة ويتم عمل برامج خاصة بها والقطاع قادر على امداد الفريق الاول باكثر من ثلاثة لاعبين سوبر جاهزين في بداية كل موسم لللاعبين للفريق الاول ولديهم خبرات عدة تحدث حنفي عن التطور اللوجستي قائلا استراحة ناشئين بمدينة نصر اصبحت تمثل همية كبيرة بعد تطويرها وتجهيز مطعم مثالي وغرف ملابس وغيرها يقول امين عرابي مدر الفريق الفين طبقا لما جاء في التقرير من دون شك الامور اصبحت اكثر تنظيما واحترافية فظهرت النتائج القوية تابع عرابي القطاع يعمل على شقين الاول انتقاء المواهب الثاني تجهيزها للفريق الاول مستقبلا يقول معتزئن المدرب العام لفريق الفين واربعة في التقرير نخد منافسات رسمية نمتلك عناصر مميزة بشكل شخصي اميل دائما على تنية المهارات المخفية لدى كل لاعب مثل مهارة التصويب التي اصبحت نادرة للغاية وتكاد تندثر وواصل في السن المبكر نهتم بشدة بالمهارات الخاصة لكل لاعب والتخلص من السلبيات اخيرا تحدث تقرير في الجول مع شريف عبد الفضيل المدرب العام لفريق البراعم الفين وسبعة الذي قال الفريق يلعب في ملعب ثمانية لاعبين ضد ثمانية اخرين ذلك يتطلب تطبيق طرق مهم للتدريب تابع نعمل محاكاة للفريق الاول نقوم برسم الملعب على صبور وتقسيم الى كتل معينة ونشرح لكل لاعب خريطة تحركاته اكاديميات كرة وقطاع البراعم ثم قطاع النشئين والفريق الاول كل هذا في النادي الاهلي كتروس في عجلة الانتاج للاعب كرة قدم بشكل احترافي يضاهي الاندية الكبرى لعل ما جاء في تقرير الفرانس فوتبول الاخير لوضع النادي الاهلي في المركز الحادي والعشرين عالميا عبر التاريخ كافضل الاندية من حيث عدد البطولات ومبيعات القمصان والجماهيرية وقيمة الفريق ولعبية له اكبر قيمة يدركها مجلس الادارة ويحافظ عليها قطاع النشئين في النادي الاهلي الكنز المستمر فعلا قطاع النشئين في النادي الاهلي الكنز المستمر على مدار السنين والاجيال دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يعني